لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل أحبا نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المسا برحب بيكم أعظم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة لماذا الأصهر لا يرد على من سب الله ورسوله احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ عطية صقر وهو من كبار علماء الأصهر بيقول أن الصلاة في مسجد فيه قبر جائزة عند الأئمة الثلاثة معدى مسهب الإمام أحمد ابن حنبا والأئمة الثلاثة قالوا بشرط أن القبر يكون خلفك أو يمينك أو عن يسارك وأكد شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب أن حكم الصلاة في مسجد النبي هو نفس حكم الصلاة في السيدة نفيسة وغيره من المساجد واللي يقول غير كده يبقى مجرم وبيهين النبي وقبره الشريف وبرغم أنه بيدعي أن الأشعاري مش بيكفر حد لأنه بيكفر اللي بيقولوا أن الصلاة في المساجد اللي فيها الكبور بطلة وخلينا نشوف الفيديو اللي جاي وسؤال للشيخ الأسهري أحمد عمر هاشم عن الصلاة في المساجد اللي بيها أدرحة طيب فيه سؤال كان يعني أسهار دجة في الفترة الأخيرة أو يروحوا ييجي عليه الزمن من قديم الزمن هو قضية لبعض ما يدعون الانتماء للسلف ووصولا بقى للمتطرفين منهم اللي هم الدواعيش وغيرهم وقضية الصوفية خلينا نتكلم في فصول الفكرة نفسها ما هو حكم الصلاة في المساجد التي بها أدرحة الصلاة في المساجد التي بها أدرحة جائزة ولا حرمة فيها لأن المصلي لا يصلي لصاحب القبر وإنما يصلي لله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في بعض فقهاء قالت إما أن يكون القبر أمامه أو خلفه ويمينه أو شماله إذا كان يمينه أو شماله أو خلفه فهاش حاجة إذا كان أمامه وما فيش حائل يبقى مكروه في حائل يعني بناء حائط حجرة لا شيء كان جواب الشيخ الأسهري أحمد عمر حشم الصلاة في المساجد اللي بها أدرحة جائزة ولا حرمة فيها لأن المصلي لا يصلي لصاحب القبر إنما يصلي لله ويقول الشيخ الدين والشيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب قال قبل كده بالإرجاء صراحة وقال إن الأشعاري لا يحكم بالعمل على إيمان أي شخص لأن الإيمان لا يدخل فيه العمل أو العمل لا يدخل فيه مسمى الإيمان والشيخ الأسهر بيدرب أمثلة وقال حاجات كتير منها هناخد المثال اللي يتناسب مع موضوعنا واللي هو زيارة الكبور ونروح نشوف الفيديو الجاي ونشوف شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب هيقول لنا إيه خذ مثلا أنا حضر فيك مثلا عندك مصر هم لو أنا شخصاً ذهب ليزور الإمام الحسين رضي الله عنه لا تجد من يكفره من الجماهيد بالعكس هتلاقي الناس بتروح معاه وهنا شيخ الأسهر بيقول أن فيه حد بيحب يروح يزور الحسين مش هتلقى حد بيكفره بالبالعكس كل الناس هتروح معاه وزي ما قالنا في الأول أو زي ما شفنا في الأول أن قبر الإمام الحسين في المسجد وطبعاً زيارته في المسجد لازم الواحدة يصلي في المسجد شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب بيقول ده مش كفر بالعكس الناس هتروح معاه وطبعاً الكلام ده قلنا قبل كده بس المرة دي شيخ الأسهر بيصرح بأن السبب أن الأسهر مرجئ يعني شيخ الأسهر الدكتور أحمد طيب مرجئ وهلماء الأسهر مرجئة ونروح للفيديو اللي جاي عشان نتأكد أنه مرجئ دي كلها مقولات الإمام الأشعري جاي من فين جاي من أن الإيمان عنده الإيمان عنده العمل ليس جزء منه يعني ممكن أن تكون مؤمناً تماماً وإن كان عملك غير يعني يعني لا ومقولاته لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر ضاع وزي ما شفنا قال إيه قال دي كلها مقولات الإمام الأشعري جاي من فين جاي من أن الإيمان عنده العمل ليس جزء منه يعني ممكن أن تكون مؤمنا تماما وإن يكون عملك يعني مش قوي زي على حد تعبيره يعني ومقالاته لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة وهنفصل كلام شيخ الأصهر جاية من فين إن الإيمان عنده العمل ليس جزء منه ده بيساوي العمل لا يدخل في مصامة الإيمان وبيقول كده وإن كان عملك يعني مش قوي يعني ومقالاته لا تضر مع الإيمان معصية ده بيساوي الإيمان لا ينقص بالمعصية ولا يزيد بالطاعة وشيخ الأصهر وضح أكتر لما قال أن الكفر لا تنفع معه طاعة وده معناه أن الإيمان لا يتبعب وده نفس كلام ابن حجر في حلق رقم 54 وكانت بعنوان ابن حجر يوافق أخ بس كام وفي شرح الحديث في سهيل بخالي كتاب الإيمان بقاول النبي بني الإسلام على خمس بيقول كده الحفظ ابن حجر وقوله أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط نفس كلام شيخ الأصهر جايا من أن الإيمان عنده العمل ليس جزء منه وده بيساوي العمل لا يدخل في مسمى الإيمان وشوفنا تعليق الشيخ البراق قال هذا مبني على أن الإيمان هو التصديق وأن العمل ليس من مسمى الإيمان وهو مسهب المرجئة وهو باطل وبرضه كلام من حجر في الحديث سهيل بخالي كتاب تفسيره القرآن سورة براءة بقاوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يقول كده قال الحفظ ابن حجر وتعقبه ابن المنير بأن الإيمان لا يتبعد وهو كما قال وهنا يعني إيه يعني أن الإيمان لا يتبعد يعني لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية وهو نفس كلام شيخ الأصهر إن كان عملك يعني مش قوي يعني وما قلت ولا تضره مع الإيمان معصية ده بيساوي الإيمان لا ينقص بالمعصية ولا يزيد بالطاعة وشيخ الأصهر وضح أكتر لما قال إن الكفر لا تنفع مع وطاعة ونتيجة الإرجاء اللي في عقيدة الأصهر هيقوله بإن الواحد لو يشرك بعمله يعني مثلا لو هيتوف حول قبر أو بيصلف بس جد فيه قبر لكن بلسانه يقول لا إله إلا الله ده مؤمن وبرضه كامل الإيمان والكلام ده نقلناه قبل كده ونشوف الفيديو اللي جاي طيب فيه سؤال كان يعني أسهار ضجة في الفترة الأخيرة أو يروح وييجي عليه الزمن من قديم الزمن هو قضية اللي بعد ما يدعونا الانتماء للسلاف ووصولا بقى للمتطرفين منهم اللي هم الدواعش وغيرهم وقضية الصوفية خلينا نتكلم في صلب الفكرة نفسها ما هو حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرح الصلاة في المساجد التي بها أضرح جائزة ولا حرمة فيها لأن المصلي لا يصلي لصاحب القبر وإنما يصلي لله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في بعض فقهاء قالت إما أن يكون القبر أمامه أو خلفه يمينه أو شماله إذا كان يمينه أو شماله أو خلفه فهاش حاجة إذا كان أمامه وما فيش حائل يبقى مكروه في حائل يعني بناء حائط حجرة وهنا كان جواب الشيخ الأسهاري أحمد عمر هشم الصلاة التي بها أضرحة جائزة ولا حرمة فيها لأن المصلي لا يصلي لصاحب القبر إنما يصلي لله ويقول الشاهدين وكلام ده إحنا بنلاقيه في الدراسة موضعية للحقيقة ولمعت الاعتقاد والواسطية عن عبد الرحمن السلمي يقول كده فهؤلاء المرجع عكس الخوارج تماما يقع الواحد من الناس في الشركيات كأن يطوف حول القبر ويسبح لغير الله وينظر لغير الله ويسب الله عز وجل أو يسب الرسول أو يكفر أصحاب النبي جميعا أو يتحاكم إلى ملة غير ملة الإسلام نمع هذا يعذرونه ولا يكفرونه فهؤلاء عكسهم وكلت الطائفتين من أهل البدع والضلالة هل فعلا الأشاعر مش بيهمهم أن الرسول يتسبب؟ تعالوا شوفوا معي الشيخ الحويني هيقول إيه في الفيديو اللي جاي لما غاب سيف الشريعة ظهر هؤلاء المنافقون ويجهرون بمقالاتهم ويفتخرون بها والمؤسسة الرسمية عندنا شبه ميتة شبه ميتة أنا انتظرت لما هذا الزنديق قال إن الفاشية ظهرت مع فتح مكة أن يغيرها الأزهر أن يحتج الأزهر أن ينكر شيخ الأزهر لم يتكلم واحد واحد كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنيهم أشجبوا رحمكم الله حرام عليكم أشجبوا وزي ما شفنا الشيخ الحويني بيقول لما غاب سيف الشريعة ظهر المنافقين وبيفتخروا بمقالاتهم والمؤسسة الرسمية عندنا شبه ميتة والحويني قال كنت مفكر إن الزنديق اللي قال إن الفاشية ظهرت مع فتح مكة كان منتظر إن الأزهر يحتج أو حتى ينكر شيخ الأزهر لم يتكلم أحد وكأن النبي لا يعنيهم وقعد يزعق ويقول إيش جيبه حرام عليكم وطبعا الأزهر من المرجئة زي ما أثبتنا من كلام الأزهر ففي نظر أي حد يسيب الرسول أو يعمل أي شركيات وهو بيقول الشهتين أو بينطأ الشهتين فهو مسلم مؤمن لإن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان يبقى الأزهر من أهل البدعة الضلة حسب المزاهب الأخرى الموجودة الآن واللي تكلم عنها شيخ الأزهر في التسجيل اللي نقلناه قبل كده خلينا نشوف الفيديو اللي كاته المشكلة في المزاهب الأخرى المزاهب الأخرى الموجودة الآن واللي هي بتشوفها في القنوات الفضائية وتشوفها أن ده حرام وده فسق وده كذا وكذا وهنا بيقول المشكلة في المزاهب الأخرى المزاهب الأخرى الموجودة الآن واللي هي بنشوفها في القنوات الفضائية ونشوفها ده حرام وده فسق وده كذا وده كذا ودلوقتي أنا هعمل ليكم ملخص لحلقة النهاردة شوفنا في حلقة النهاردة أن شيخ الأسر الدكتور أحمد الطيب بيترف أنه مرجئ وأن عقيدة الأسهر طبعا الإرجاء وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان فبالتالي أن زيارة الأدراحة جائزة وطبعا ده لأن المرجئة لو عملوا حتى أي شركيات زي الطواف حول القبر والزبح لغير الله وينظر لغير الله ويسب الله أو يسب الرسول أو يكفر أصحاب النبي جميعا أو يتحاكم إلى ملة غير ملة الإسلام مع كل ده يعزرونه ولا يكفرونه وزي ما شفنا الشيخ الحيواني وهو بيقول أن شيخ الأسهر والأسهر أنه مش بيرد على أي حد بيسب الرسول أو الإسلام وتابعوني في الحلقة الجاية نستكمل مع بعض مع شيخ الأسهر أنت ترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر